ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام تمت قهوة يا سبعالي مش ترعني عنكم ما تخلينا يعني من الأشياء المهمة كذلك لما انتحدث عندنا المرور كذلك في نقاط توزع دايما بالنسبة للإسعاف بالنسبة للأمور هذه أكيد لنا حديث عنها ولكن في أمور مضطورة صارت مؤخرا فاش رأيك تكلم لها بالي والله مضوع مهم شوفوا التقرير فكر الله تيقعدها وهي الشكل قبل الترويح سمعوا التقرير الحلوة دي وبعد يرجعونا لأننا لدينا ضيفة راح تكلم عن موضوع وايد مهم عليكم سنستضيف بعد قليل الدكتورة أمين جيسيماني مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الإسعاف ومدير صيدلية الإسعاف بمؤسسة حمضة طبية ابقوا معنا من المعروف أن الخطوة الأولى في الرعاية الصحية تبدأ بالإسعاف الطبي فالحوادث والنكسات الصحية المفاجئة تستوجب البدء في خطوات العلاج من اللحظة الأولى الأمر الذي توليه المؤسسات الصحية في قطر أولوية قصوى عشر دقائق فقط تستغرقها رحلة الاستجابة لأي بلاق إسعاف داخل مدينة الدوحة وخمس عشرة خارجها خمس وتسعون سيارة إسعاف على أوبة الاستعداد خلال أربع وعشرين ساعة تغطي كفة أنحاء دولة قطر مجهزة بتكنولوجيا حديثة تقوم سيارات الإسعاف بإرسال بعض القياسات الحيوية للمصاب إلى الفريق الطبي داخل المستشفى كي يكون على استعداد للتعامل مع الحالة فور وصولها أما الإسعاف الطائر فهو خدمة مميزة تستخدم لنقل الحالات الحرجة إلى طوارئ مستشفى حمد وفي إجراء يرفع من مستوى الإسعاف الطبي جراء استحداث صيدلية الإسعاف التي تعنى بتزويد أسطول الإسعاف بالأدوية المطلوبة ولتدعيم هذه الخدمات تقوم الجهات الصحية المختصة باستقطاب مسعفين ذوي كفاءة عالية بما يتماشى مع التطور الحاصل في قطر سعياً لتقديم أفضل خدمة إسعاف ورعاية صحية في المنطقة عودة لكم أعزائي المشاهدين قبل تقريباً سبوعين عشرة أيام سبوع عشرة أيام في مقابلة في جريدة حدد الصحف والله ما أذكرها بالضبط مع طبيبة أو دكتورة قنا نقول تخصصها صراحة أنا كنتم استغرب منه مع شون هو التخصص حاولت أفهم ماذا التخصص صيدلية أكلينيكية أسعاف خلطة هالشكل طبعاً هي تشتغل في صيدلية تمساش في حمد قالوا لا يعني هي قاعدة في السيارة الإسعاف تمشي معاهم بمسكة أدوية قالوا لا طب هي وشيها ايش ايش بختخصصها بالضبط صراحة احترنا فريق العمل قالوا يا جماعة الخير احنا أحسن حل هي حسن احتار لا تحتار ولا نايف يحتار احنا نستضيفها بالبرنامج وبنفهم منها بالضبط هي ايش هذا التخصص لأنه هو تعتبر الأولى تقريباً في قطر أو في الشرق الأوسط المهم هي الأولى تعتبر في هذا التخصص بالذات معناها أنه هو تخصص مش سهل ومهم جداً احنا نتكلم عن الدكتورة امينة سيماني مساعدة الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الإسعاف مدير صيدلية الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية ان شاء الله سنتكلم عن الموضوع هذا اللي حينما فهمنا دكتورة مرحباً سيارة فيت أول شيء احنا أول شيء فخورين فيتس صراحة شكراً وفخراً أنت وحداً بناتنا ووصلت هذه الدرجة العلمية في تخصص أنا والله حدنا ما فهمته أعطينا حمسس يعني خلنا نقول مختصر بسيط حتى علاقنا السادة المساعدين يعرفونا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أحبهن سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدة وسيدي سمو الأمير الوالد على شهر رمضان المبارك وشعب قطر الصامد في وقت الحصار والله يعيد هالينا إن شاء الله فيك كل سنة بالخير والصحة أولاً تخصصي هو عبارة عن صيدل الكلينكية اللي يعيش؟ صيدل الكلينكي هو مثل ما نقول خبير أدوية خبير أدوية طيب صيدلاني خبير أدوية أشنون هو يكون يشتقل جنباً إلى جنب مع الطبيب بحيث أنه يكون يدقق في الجرعات في نوعية الدواء لمن؟ للمريض للمريض طيب وهل هالدواء مثلاً يتعارض مع دواء ثاني؟ لأن في مرضى يستخدمون عشر دوية عشرين دواء فهو يكون الخط الدفاعي للأخطاء الطبيب من ناحية الأدوية مثلاً ساعات فيه دواء يتضارب مع نوع من الأكل فهي يعني هاي وظيفة الصيدلان الكلينكي خبير الدواء أنت أول قطرية تحصلين على الدكتورة صيدلاء صح؟ نعم كقطرية يعني كامرأة لا أول قصد يعني طب طيب ليش أنت في الإصحاف؟ ما هو تكونين في مستشفى حمد مثلاً؟ أيوة في نرجع يعني نرجع شوية لكتوبر في 2016 لما خلصت رسالة الدكتورة في الصيدة الإكنيكية من جامعة جينيفا بسويسرا ما شاء الله فرجعت الدواء قبلت مدير التنفيذي لمجموعة الإصحاف اللي هو دكتور روبرت أون ساعدني بحيث أنه قال لي نحن نبيج تكونين من ضمن الفريق اللي يشتغل معي في تطوير قسم الإصحاف حالو فبدلت أفكر إيش وظيفتي في الإصحاف؟ إيش راح شنو الشي اللي راح أنا أخدمهم؟ فعلاً غير شوال أي من ناحية تخصصي فيوم اجتمعت بالفريق المسعفين أيوة لقيت مطلباتهم كثيرة من ناحية الأدوية لقيتهم أنه ما عندهم يعني يحتاجون لمعايير عالمية بحيث أنه نتحكم في الأدوية وسلامتها وطريقة توصيلها ليه ما توصل للمريض؟ طيب بعدين تمت أفكر فزرت الصيدلية لقيتها عبارة عن مخزن يقذي المسعفين فقط فقط لكن أهو نقدر نقول مخزن ليس صيدلية متكاملة ففعتين دكتور روبرت أون جاب لي الصيادلة اللي حنت تكون من التسعة أنا المديرة وثمانية زملائي اللي هم الصيادلة فتمينا نبحث في الإنترنت نشوف المعايير العالمية نشوف وين في صيدليات ما في صيدلية تقذي المسعفين من ناحية الأدوية دائماً اللي قدر المسعفين هو عبارة عن مخزن ويكون مسؤول عنه فقطها تكون أول دولة في العالم؟ أيوة ما شاء الله ما شاء الله لما نتكلم عن صيدلية الإسعاف يعني فيها أصناف معينة عدد معين أي احنا عندنا تقريباً خمسة يعني تقريباً خمسمائة نوع هاي العدد مش ثابت على حسب متطلبات المسعف فاحنا ممكن نزيد أدوية وننقص أدوية طيب بس عشاني التوضيح تقصدين الأدوية الموجودة معا في الشنطة يروح فيها حق الحالة في البيت أو كذا عندنا أدوية متخصصة في أزمات الربو عندنا أدوية لمرضى القلب عندنا أدوية استجابة المسعفة السريعة للجلطات عندنا أدوية للألام مثلاً في أدوية نأخذ عن طريق الفم وفي أدوية نأخذ عن طريق الوريد فهاي كلها يختلف فوجودكم أنتو لتوجيء الموضوع هذا وين يخذ الأدوية هذه ومتى وكل شي صح؟ ممكن نحن نكتب القلب لا، ليس الوصفة، نحن لا نتعامل مع الجمهور نحن نتعامل مع المسعفين وأطباء المسعف أول اللي هو لا صلاحية أنه يشيل نوع معين من الأدوية مثلاً البندول، البروفين الأدوية الأسعاف الأولية المسعف المتقدم هناك؟ لا حطينا آليات وقوانين صارمة بحيث أن المسعف المتقدم لأن أهوى عنده ليسن إن أهوى ممكن يعطي الأدوية المخدرة الطبية نعم المسعف المتقدم مش مسموح له لأنه ما عنده ليسن أن أهوى يمارس الأدوية المخدرة مع المرضى فهي آليات صارمة يعني هذا الشيء متوفر مع جميع الحالات مع جميع المسعفين ولا فيه أعداد معين حالية؟ شون يعني؟ يعني سيارة الأسعاف كلها حين تطلع معها مسعفين متقدمين؟ ما فيه مسعف يعالج مريض بدون أدوية سواء مسعف أول أو مسعف متقدم أو طبيب كلهم لازم يحملون الأدوية معهم فهني كون دور الصيدلاني شون احنا نرتب الشنطة بحيث أن المسعف يستجيب للإصابة أو للمريض بطريقة سليمة وسريعة شون يوصل للدواء فهني دورنا في مثلا يعني مستشفيات عالمية وشي تواصلوا معكم في هذا التخصص؟ سألوكم؟ شو لستويتوا جديد كده؟ احنا بدأنا 2016 جاتنا المنظمة العالمية اللي هي سمها الجي سي آي تغيم كل المستشفيات من ضمنها قسم الأسعاف فأول ما جونا أول زيارة انصدموا ليش؟ انصدموا أن فيه سيروس به هالطريقة وبهالترتيب وصارم لأن المسعف المتقدم لما أنت مثلا لما يطلع ياخذ الشنطة هو عهدة احنا نسلم أدوية المخدرة حلو وهو يوصل للمريض يعطي المريض في بداية الدوام لما يرجع لنا الصدلية يكون معاه كميات زايدة احنا هالكميات زايدة ما نرميها ناخذها ونطرشها المعامل لتأكد أن هاي الكمية هي الدواء نفسه في نفس الوقت ندخل على مريض ملف المريض عن طريق برنامج اسمه نتأكد أن المريض فعلا أخذ هاي الجرعة ففيه آلية صارمة احنا يعني أنا وزملائي وضعناها لأن المسعف الأول نظام عجيب هذا هو شوف دعم دكتور روبورت أون احنا يعني هو نقل الإسعاف إلى مرحلة متطورة جدا فجينا احنا كصيادلة كملنا المسيرة هذي حلو حلو ويعني احنا محتاجين طبعا إن شاء الله راح نتوسع في المستقبل بس إننا احنا كل هالمجهود في خلال أقل من سنة يعني أقل من سنتين فهي شي يعني أنا شوفه ممتاز تحرصون على الحصول على مثلا شهادات معين مثلا أيزو أو شي مثلا ماضي طبعا ما عرف أكيد تخصصات طبية لها شهادات معينة هل يعني تحرصون على وصول هذه الشهادات والحصول عليها؟ طبعا أكيد احنا نشوفه أحنا الخطوة الأولى اللي احنا حصلنا عليها اللي هو اعتماد من الجي سي آي هو اعتماد دولي ويكون معتمد في كل مؤسسات حمد الطبيعة جميل فهي كان بنسبة لنا دافع أو كأننا مثلا يعني شي حلو كلنا انبسطنا عليه حلو شي بسيط يعني بس الحمد الله نتحدث بشكل عام على غدا شهر رمضان مبارك كيف تحضرات خاصة بالنسبة لكم؟ احنا نشوف احنا دايما نكون على يعني احنا من ناحية الصيادلة مثلا لما يكون عندنا إفنت يعني أي فعالية في الدولة احنا نكون لازم نكون مستعدين مممين هممه سواء مستعدين حق الحالات البسيطة حق الحالات الطريقة لازم يكون عندنا استاند باي احنا قسم الآسطى في الشكل ل 24 ساعة سواء عندنا رمضان و exerc kit وعليا احنا موجود أي ذو الاستعداد cham seniors في كل مناسبات و في كل ايام نحنا مستعدين احنا في استعداد بسيط لا مستعدين طيب سؤال الأخير مع اسمح 리وم يختلف الاستعداد من ONE السعاف الطائر من احتاج السهارة وس Pinterest كل ما نرى كصيادنا نقذي السيارات أي مسعف تشوفها لازم يكون مع شنطة هاي احنا نقذي الطائرات يعتمد الهليكوبتر لها معايير معينة وأدوية معينة الإخلاء الطبي لما المسعف يطلع مع أي مريض لازم ياخذ من عندنا التصريح أنه رح يطلع معه المريض لأنه لما يعبر الحدود ما يكون مسائل قانوني لأنه معابر الحدود مع أدوية مخدرة فيكون هاي التنسيق مع الرقابة الدوائية ومع الدخلية من ضمنهم دكتور رمينة جسيماني مساعدة رئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الإسعاف مدير صيدلة الإسعاف في مواسطة حمد الطبية اللي أعطيكم العافية وفخرين بإنجازة هذا ونتمنى إن شاء الله كذلك تطوير أكثر إن شاء الله ونشوف خريجين أكثر من هذا المجال إن شاء الله أتمنى صراحة لأن السوق العمل شحيح من الخريجين والخريجين والخريجات القطريات يعني في دراسة الصيدة اللي أحنا نعاني يعني أحنا عددنا تقدر تقول أقال من عشرة وفي التخصصات العليا تقدر تقول أربعة أو خمسة هو التخصص صعب ألا سهل؟ جدا صعب أما أحد بيروح أين؟ لا هو جدا صعب وبيلا إرادة بس المستقبل يعني أحنا محتاجين أعزاء مشاهدين طبعا يمكن سمعته ملخص لهذا التخصص المهم جدا واللي فعلا إحنا محتاجين بناتنا وشبابنا يتحقون بهذا التخصص نعم هو صعب ما نقول لا ولكن لما تعرف أن فيه هدف أسما أنت تنقذ حياة مريض أعتقد رح كل شيء يهون شكرا دكتور أمير السيمان شكرا شكرا شكرا